التمزق العضلي في أسفل الظهر أو Back Muscle Strain هي حالة طبية عندما يحصل تمزق لألياف العضلات إما بشكل جزئي أو تمزق كامل العضلة لتنفصل عن أوتارها مما يتسبب بمعاناة المريض مع الألم وفقدان القدرة الوظيفية للعضلة وقد تمتد الأعراض للساقين وهذا ما يصعب تشخيص هذه الحالة لأن الأعراض قد تتشابه مع أعراض عرق النساء ويعاني المريض لعدة أشهر بدون علاج مناسب بهذه الحلقة سأشرح طريقة اكتشاف الحالة وكل ما تحتاج معرفته لعلاج تمزق عضلات أسفل الظهر وفي خلال أسبوعين بإذن الله تعالى تابع معي الظهر عبارة عن بنية معقدة من العضام والعضلات المدعم بالغضاريف والأوتار والأربطة وأسفل الظهر بشكل خاص يتحمل الكثير من وزن الجسم أثناء المشي والجري والرفع وغيرها من الأنشطة لذلك التمزق العضلي في هذه المنطقة من أكثر الإصابات شيوعا يحصل التمزق العضلي لعدة أسباب أولها الإصابات والحوادث وتليها تكرار الإنحناءات للأمام في النشاط اليومي وأخرها المجهود المفاجئ بمقدار أعلى من قدر التحمل العضلة مثل حركات الرفع والرمي والقفز أو السقوط يتم تشخيص التمزق حسب حدته إلى ثلاثة درجات الأولى تمزق بعض ألياف العضلة ويصاحب هذه الحالة شعور بسيط بالألم خاصة عند الحركة وتورم في منطقة العضل المصابة في الدرجة الثانية تتمزق العضلة بدون أن تنفصل عن الأوتار ويصاحب هذه الدرجة تورم أو كدمات وتخطق وألم موضعي يشتد مع الحركة وألم عند لمس المنطقة وقد تشعر بخدر أو تنميل بالأرجل أما الدرجة الثالثة عندما تنفصل العضلة كليا عن الأوتار ويمكن رؤية كتلة العضلة بشكل واضح ويرافقها ألم حاد جدا وعدم القدرة على تحريك المنطقة نهائيا يمكن تشخيص درجة ومكان التمزق بدقة عن طريق تفحص أشعة الرنين المغناطيسي أو الامراي بتمعن الدرجة الثالثة تحتاج جراحة لإصلاح التمزق وإعادة ربط العضلة مع الأوتار وهي حالة نادرة للحصول في أسفل الظهر أما الدرجة الأولى والثانية فهي شائعة جدا ولكن يمكن علاجها بالمنزل باتباع الخطوات والتمارين التالية وإذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تستسلم لأنه لا يعني أنك فشلت الاستمرار والمحاولة هو سر نجاح أي شيء يبدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الوقس فتتقدم وتتقن التمرين وتحصل على النتائج المرغوبة الخطوة الأولى في برنامج علاج تمزق العضلات هي الراحة واستخدام نوع من أنواع العلاج الحراري إذا كانت الإصابة حديثة ينصح بتطبيق الكمادات الباردة أو آيسباك لمدة عشر دقائق ثلاثة مرات باليوم لمدة أسبوع هذا التطبيق يقلل من الألم والتورم الحاصل بعد مضي أسبوع من الإصابة ابدأ بتطبيق الكمادات الحررة هوتباكس يعزز العلاج الحراري الشفاء عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العضلات المصابة وبالتالي المزيد من الأكسجين وخلاء الدم البيضاء والصفائح الدموية والعناصر القذائية الأساسية المستخدم لإصلاح الأنسج التالفة استخدم أي هوت باكس متوفرة لديك بحيث تغطي كامل منطقة أسفل الظهر لمدة خمسة عشر دقيقة ثلاثة مرات باليوم لمدة أسبوعين على الأقل وسترى نتائج مذهلة ثانيا المساج العلاجي المساج العميق للعضلات يعزز تدفق الدم وفتح قدوات الطاقة المغلقة ويخفف من الركود ويخرج مخلفات الأيض المتراكمة للقيام بالمساج نحتاج لإصطوانة مدورة توضع خلف أسفل الظهر واستند على الجدار بهذه الطريقة ببساطة الآن إثن الركب لكي تتدحرج على الإصطوانة بهذه الوضعية على طول أسفل الظهر واستمر لمدة ثلاثة دقائق على الأقل ستشعر براحة فورية بعد المساج وبإمكانك تكراره في أي وقت انتشاء ثالثا تمرين الإطالة نبدأ أيضا بإطالة العضلات بعد أسبوع من الراحة والمساج على الأقل الإطالة تفيد بفرد ومحاذاة الألياف العضلية الجديدة وتجنب تكوين العقد فيها وضعية التمرين اجلس على كرسي وارفع أحد الأرجل باستقامه على طاولة أقصر بهذا الشكل للقيام بالتمرين احني الظهر للأمام وحاول لمس الكاحل حتى تبدأ بالشعور بشد في أسفل الظهر توقف عندها وعد عشر ثواني ثم رجع لنقطة البداية تكرر الحركة خمسة مرات وحاول في كل مرة لمس منطقة أبعد وانتقل لعمل نفس التمرين للقدم الأخرى رابعا تمرين التقوية هذا التمرين الأخير لتأهيل العضلات بلطف لاستعادة ثقتك بالحركة وضعية التمرين تمدد على بساط التمرين وحني الركب وضع الكعبين على الأرض في القيام بالتمرين قم بتدوير الجذع لأحد الجانبين عن طريق إسقاط الركب باتجاه الأرض لا تستعجل في الحركة فالهدف هو تأهيل العضلات وليس الانتهاء بأسرع وقت عد لنقطة البداية واعكس اتجاه الدوران للجهة الأخرى بهذا الشكل كرر الحركة عشرة مرات بثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة وهذا كل شيء عن طريق القيام بهذه الخطوات يمكن المريض التعافي بشكل تام خلال بضعة أسابيع بإذن الله تعالى وتختلف فترة التعافي باختلاف شدة التمزق وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع هذه النصائح والتمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافي شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني أدعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله وعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر